حل العبارة التالية ناقص 12 سين تربيع ناقص 38 سين زائد 22 بالنظر في البداية إلى المسألة نجد أنه يوجد عندنا عامل مشترك عامل مشترك في الحدود الثلاثة يعني ممكن لو نفكر عامل مشترك لو أخذنا أقل عدد لهو 12 ممكن ما نقدر نجد عامل مشترك بينهم لو فكرنا في الستة أيضا نفس الطريقة 22 متقبل على الستة الاربع والثلاثة يمكن العامل المشترك الوحيد عندنا هو عبارة عن سالب الاثنين فرح نأخذ سالب اثنين عبارة عن آمل مشترك رح تكون مسألة كالتالية سالب اثنين والباقي بيصير عندنا كالتالي يبقى عندي ستة سين تربيع ناقص 38 تقسيم سالب اثنين رح يكون موجب 19 سين وزائد 22 تقسيم سالب اثنين بيكون سالب 11 الآن عبارة صارت سالب اثنين في ستة سين تربيع الآن نحاول تحليل عبارة لداخل القوس تحليل عبارة لداخل القوس بمعنى ثاني نحاول نوجد عددين ألف وباء بحيث يكون ألف زائد باء يساوي 19 أيضا ألف في باء رح يساوي 6 ضرب سالب 11 ويساوي سالب 66 يعني الآن في البداية نبحث عن عددين حاصل ضربهم سالب 66 ولاحظنا نتيجة هي عبارة عن سالب والحاصل جمع عبارة عن موجب فمعناها ممكن نستدج أن العدد الأكبر رح تكون إشارة موجبة العدد الأكبر رح تكون إشارة موجبة فبيصر عندنا الاحتمالات اللي موجودة عندنا هي عبارة عن 1 في 66 أيضا الاثنين ممكن تكون في 33 أيضا ثلاثة في 22 الأربعة وكلما تيجي الخمسة وكلما تيجي طيب خلنا نبدأ في الاحتمالات هذه ونشوف إذا طلع واحدة منهم يكفينا الحمد لله قلنا الإشارة الأكبر إشارة الأكبر لابد تكون موجبة وإشارة الأصغر سالبة يعني هنا بيكون عندي 66 مع سالب واحد 33 مع سالب اثنين 22 مع سالب ثلاثة لو لاحظنا سالب واحد مع ستة وستين بيكون الناتج عندي خمسة وستين وهذا الاحتمال خاطئ لأنه نريد الناتج يكون 19 33 مع سالب اثنين راح يكون الناتج عبارة عن 31 أيضا هذا الاحتمال الخاطئ سالب ثلاثة واثنين وعشرين بيكون الناتج 19 وهذا الاحتمال اللي حنا نحتاجه إنه حاصل مجموعة ويكون عبارة عن 19 فنعيد كتابة العبارة كالتالي سالب اثنين نفتح قوس ستة سين تربيع قلنا 19 سين راح تكون عبارة عن سالب ثلاثة سين زائد اثنين وعشرين سين ناقص 11 الآن لداخل قوس فككنا أو 19 سين بعبارة ثانية فككناها إلى سالب ثلاثة سين زائد اثنين وعشرين سين الآن نقوم بالتجميع يعني ممكن ناخذ أول حدين مع بعضهم وناخذ الحدين اللي بعدهم مع بعضهم راح تكون عبارة كالتالي سالب اثنين افتح قوس هنا عندي العام المشترك بين ستة سين تربيع ناقص ثلاثة سين هو عبارة عن ثلاثة سين بيكون عندي ثلاثة سين ستة سين تربيع تقسيم ثلاثة سين ستة تقسيم ثلاثة اثنين وسين تربيع تقسيم سين يبصير عندي سين ثلاثة سين تقسيم ثلاثة سين يبصير عندي واحد يعني ناقص واحد وبعدها راح يكون عامل مشترك هنا عندي في 22 سين ناقص 11 هو عبارة عن 11 يعني بيكون عندي هنا موجب 11 وفتاقوس 22 تقسيم 11 يبصير 2 والسين تنزل زي ما هي ناقص 11 تقسيم موجب 11 يبصير سالب 1 الآن منحس الحظنا أيضا أنه يوجد عامل مشترك بين العددين أو بين الحدود يعني عندي عامل مشترك 2 سين ناقص 1 2 سين ناقص 1 فرح تكون عبارة كالتالي الآن يبصير عندي سالب 2 في العامل مشترك عندي 2 سين ناقص 1 في 3 سين زائد 11 بذلك يكون انتهينا من تحليل عبارة ناقص 11 سين تربيع ناقص 38 سين زائد 22 إلى حاصل ضرب سالب 2 في 2 سين ناقص 1 في 3 سين زائد 11 وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر